اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا اريد ان اقول لكم كثير من الناس في كل انحال عالم يريدون ان يكونوا في مكانكم يودون لو انهم استطاعوا ان يدرسوا هنا في هذه الجامعة ولذلك اليكم مسؤولية كبيرة اليكم مسؤولية كبيرة وانا اردت ان اشارك معكم بعد الخبر التي حصلت عليها في السنوات الاخيرة في الدعوة الى الله وعردت ان ابدأ بقصة قبل سنوات ترق بابي في المانيا في بون العاصمة سابكا ففتحت الباب ورأيت امامي ثلاثة اشخاص رجل من امريكا ورجل من بريطانيا ورجل من استراليا كلهم تعلموا اللغة الالمانية في دورة مكثفة وجمعوا نقودا لكي يذهبوا الى المانيا لمدة سنتين لأجل ماذا؟ لكي دعوتي الى كنيستهم اسمه كنيست مورمون انا كنت انا سألت بار ذلك وكنت فكرت بار ذلك يا ابا حمزة هل انت تعلم احدا من تركيا او من البلدان الارابية او من باكستان او من افغانستان او من كل هذه الاماكن تعلموا اللغة المانية وجمع نقوده لكي يذهب لمدة سنتين الى المانيا او مثلا تعلموا اللغة مكرا ولكن الحمد لله الان عارفوا انا ذاك لم عالم ولكن الحمد لله عارفوا من يريد ان يتعلم لغة اجنبية لأجل دعوة الى الله وهذا فعل من نسبة لكم نسى الله عن يدخلكم الجنة ولكن لابد ان نعترف ان الذين يفكرون في دعوة الى الله والذين يفكرون في نشر هذا الدين الصحيح الذي قال الله تعالى عنه ان ال ومن يبتغير اسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هم قليلون 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 جدا أليس كذلك؟ قليلون جدا سبحان الله ثم هناك فرقة من النصارى اسمه شهود يهوفا هؤلاء تقريبا كل بيت في ألمانيا هم تجولوا بين البيوت يتركون الأبواب يذهبون الى الناس ويتكلمون معهم واذا كنت عربيا هم يأتون اليوم التالي بكتيب باللغة العربية واذا كنت لا أعلم أي لغة هم يأتون بهذه اللغة هتعلمون أن الأهدى القديم والأهدى الجديد ترجم إلى أكثر من ألفين لغة هتعلمون إلى كم لغة ترجم معاني القرآن الكريم ترجم معاني القرآن الكريم تكريبا 100 لغة ما هذا هذا دليل على تقسيرنا في دعوة إلى الله حوله حتى ترجم الأهدى القديم والأهدى الجديد إلى لغة لا تتكلم إلا من تقريبا 150 شخص في سحل الأعج قبيلة واحدة تصوى بهذا أنا حتى سمعت أنهم ترجموا الأهدى الجديد إلى 12 لهجة عربية تصوى هذا يعني إنجيل مثلا بالمصرية يبغتك على سبيل ولكن هذا دليل على جهدهم فلابد أن نتسأل أين نحن من هذا الجهد وقد قال الله تعالى عننا في سورة آل إمران آية 110 كنتم خير أمة أخرجت لناس لماذا؟ تأمرون بالمروف وتنحون عن المنكة ثم ماذا؟ وتؤمنون بالله يقدم في هذه الآية العمر بالمروف ونحن منكة عن الإمام بالله وهذا دليل على الاكتران على الألاقة بين العمر بالمروف ونحن منكة والإمام بالله سبحان الله يا الله يقول في القرآن وأنا أعلم أنتم مررتم بهذه السورة إدت مرات يقول في سورة يوسف آية 108 قل هذه السبيل أي محمد قل هذه السبيل عدت إلى الله على بصيرة أنا ومن إتبعني إذن إذا أردت أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فأليك بالدعوة بالبصيرة بالعلم بالعلم التام يقول الله تعالى هؤلاء يبذلون هذا الجهد والله يقول في القرآن في سورة الفسلات آية 33 ومن أحسن قولا ممن دع إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهناك شيء آخر أنا قبل سنوات استمعت إلى درس إلى محاضرة لشيخ فذكر الآية في سورة البقرة آية 159 يقول تعالى إن الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لائن فقال هذا الشيخ الكتمان له نوعان نوع وهي يسألك عن البينا وعن الهدى وأنت لا تبلغه ونوع آخر أنت تعيش مثلا وبجوارك شخص في الدلال وأنت لا تبذل أي جهد في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم والنبي عليه الصلاة قال لأن يهدي الله بك رجل وحدا خير لك من حمر نعم وفي رواية في التبران خير لك مما تلعت عليه الشمس خير لك مما تلعت عليه الشمس إذ استمعنا إلى هذه الآيات وإلى هذه الأحديث فلابد أن نتساعد ماذا قدمنا لهذا الدين وقال يحيى بن معين رحمه الله الذب عن السنة خير من الجهاد في سبيل الله فسئل يحيى أنتم تعلمون يعني من أكبر المحدثين فسئل يحيى الرجل يدعب نفسه وينفق ماله ويجاهد وهذا أفضل فقال نعم بكثير هذا عمره مهم جدا يا أيها أحبة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام يصب ليلا ونهارا أنا سميته في مئة سنة سنة الأخيرة كتبت ستين ألف كتاب ضد الإسلام ستين ألف هم يبذلون جهودا وأنا دامن لكم هؤلاء مستعدون مثلا على تنصير الذين يتجولون بالبلدان في البلدان العربية إنهم طريقة أنا حصلت على كتاب منهم كيف ينسرون كيف يتنصرون كيف يقنعون الناس على النصرانية كيف يبدأون هم يبحثون عن العوام الذين لا يعلمون شيئا ثم يقولون أما قال الله تعالى عندكم في القرآن عليكم أن تؤمن بالإنجيل وتورا هذا مكتوب يقولون ابتبي هذا فإذا قال هذا محرف فكله الله لا يستطيع أن يحفظ هذا الكتاب ثم سأله أين الآية مكتوب فيه أن الإنجيل محرف الآن يعني الأحل الكديم والأحل الجديد أين هذا وتبعا ويقولون وإذا ما استطع أن يجيب فإنه بعد ذلك مستعدا لكي يستمع إليك هذا مكتوب عنده وتبعا غالبا إذا سألت المسلم العامي يعني أين هذا مكتوب في القرآن أن الكتاب أن الأحل القديم والأحل الجديد يعني فيها تحرفات وليستطيع يقول نعم صح جدا سوة البقرة آية 75 أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعر ما أقلوهم يعلمون وقال تعالى في سورة البقرة آية 79 فويلوا للذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا ويقول الله تعالى في سورة المائدة آية 48 أن القرآن محيمننا هذه الكتب ويقول ففي صحي البخاغ مجلة تسعة رقم 460 قال ابن عباس كيف تسألون أهل كتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحدث لا يشاب عليه وقد حدثكم أن أهل الكتاب غيروا كلام الله وبدلوه وكتبوا بأيديه ما ليس منه طبعا أغلبية ناس لا يستطيعون أن يجيبوا هذا ولكن علينا أن نستعد كما يستعد هؤلاء يتون بالكلام أشوف صوت اليونس يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ما معنى هذا وأغلبية لأن يستطيعون أن يقول طيب من مقصود بالذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي نصران لا إذا رجعت إلى تفسير تبر يقول مقصود هنا الذين أسلموا من آهل الكتاب مثل عبدالله بن سلام مثل سامن الفارس ثم ماذا مقصود به أنزل إليك أنتم تعلمون هناك تنزيل وإنزال نعم جيد ماذا مقصود كل قرآن المقصود هنا الآيات التي تقول أنهم يعلمون في كتبهم أنهم قرأوا في كتبهم أن سياء نبي في آخر الزمان اسمه محمد أو أحمد هذا مقصود هنا ثم النبي عليه السلام فإن كنت في شكل هو قال لا أشكه ولا أسأل ولكن هذا فقط على سبيل المثال هذا فقط على سبيل المثال أنا أريد أن أدرب هذه الأمثلة حتى نخرج اليوم من هذه القاعة وتعرفون ماذا أردت أن أقول لكم سبحان الله أنا أردت أن أقول لكم حتى نخرج بعد ذلك من هذه القاعة ونقول وننوي أن كل نبدأ قلوبنا لهذه الرسالة وكل تنفس لتبليغ هذه الرسالة وأنا أدخل هنا وأرى هنا سبحان الله نبدأ الأظهر نبدأ قلوبنا لهذه الرسالة سبحان الله ولكن على كل حال الآن ماذا أردت أن أقول أيضا هناك في دعوة إلى الله بعض الأوامل التي تدعف الدعوة أو تدمرها فما هي هناك مثلا بعض الناس يخوفون الناس أو المسلمين من الدعوة مثلا أنا كنت أدرس أنا درس اللغة الأرابية في مكة المقرمة ففي الجامعة قال لي صديق زميل يعني أحببته ولكن ليس بيننا اتصال الآن أن يجمع الإنسان كل علوم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية إذ نشرت إذا تكلمت أنك تتكلم بالعلم وهذا الآن مهم جدا في الدعوة لدي محاضرة كيف نجيب على أسئلة الغير مسلمين وأنا أنا قسمت هناك الأسئلة إلى سؤال أمام جمهور ومع الفرد وسؤال مع المعارض ومع المستفسر هناك من يسأل فقط يريد المشاكل فهم وهناك من فل يريد الجواب ثم قسم مهم جدا سؤال ليس لك وقت للإجابة مثلا أنت في التلفاز عند موذيع مثلا في التلفاز مقابلة الصحفية وليس إنك وقت هم يسألونك عن شيء المستمع أو المشاهد لا يفهم الجواب إلا وأنت تعطي بالتمهيد ويحتاج للتمهيد وسؤالك وقت وقت للإجابة ثم سؤال أنت تعرف الإجابة ومهم جدا سؤال أنت لا تعرف الإجابة كيف نجيب على هذا لأن هذا مهم جدا كثير من الناس يسألون في الدعوة إلى الله عن أي مسألة ثم هو أكذا أنت تصير الدعف أو يجيب أي جواب هو يجيب أي جواب يعني نعم قبل كان هناك هذا لا يجوز لا بد أن نتكلم بإجابة إذن كيف نجيب إذا سئلنا عن سؤال لا نعرف الجواب أتعرف هذا حدث الآن لا بد أن نعلم الدعوة هو مثل الجهات من جانب ماذا أقصد بهذا في الجهات ممكن أن تصاب لا يمكن أن كل شيء يمشي كما أنت تريد إذن قد يكون أن الرجل يأتي أمام الجمهور الآن هنا ويسألني سؤال ولا يوجد أحد هنا يعلم الجواب على ذلك يسأل عن آية في القرآن عن آية في القرآن يقول ما معنا كذا وكذا لماذا الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى وصابئين من آم وفي فئات أخرى وصابئون مثلا وعلى لا أعلم الجواب لماذا مرت أن يقول سابعين معتوف ومرة يقول سابعون لماذا لماذا يقول هذا ممكن أنا لا أعرف الجواب يعطي بهذه الأشياء في القرآن عن اللغة ماذا أقول أنا أقول له إذا ما أعرفت الجواب هذا سؤال جيد لماذا تقول سؤال جيد لأن أنت تثير بهذا ليس مشكلة وأنا أكتب هذا وإن شاء الله أبحث عن هذه المسألة ثم أجيب لأن كل إنسان يعلم ليس هناك من يعلم كل شيء ولكن إذا سئلنا عن هذه الأشياء في النحو في القرآن هناك جواب أنا أقول لكم شيء أتعرفون زاكي نايك نعم كان له مظاهرة مظاهرة مناظرة مظاهرة يعني المظاهرات كثيرة لذلك مناظرة موهد عن الكرآن وعجاز العلم في الكرآن جائسة مشكلة سأل سؤال جيد وأنا أريد أن أقول إذا سألت عن الفقه في القرآن لابد أن تسأل عائما في الفقه إذا سألت عن اللغة لابد أن تسأل عالم في اللغة أنا لست عالم في اللغة ولكن أنت أرى ثم هو يشير إنك كتاب في يدك أظن هذا الكتاب فلان لفلان صح وهذا الرجل ينظر لكتاب يقول ثم هو يقول خمنت جيدا ثم هو يقول ولكن اليوم وفيه يقول يشدون أخطاء نحوية في القرآن صح هو يقول تيب أنا لست عالم في اللغة ولكن اليوم أنا أجيب على كل هذه الأخطاء المزعومة في جواب واحد هو يؤذك يقول تيب القائدة الأولى المصدر والمثال للغة العربية هو القرآن نحن نستخرج القواعد من القرآن الثاني الذين تمكنوا من اللغة العربية أفضلوا تمكنا هم الذين عاشوا في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هناك خطأ واحد لا رفضوا القرآن حتى ألمنا هذا الجواب كافر كلهم كانوا يقولون الله أكفى ولكن هذا ماذا أردت أن أقول لا تخافوا نحن نحن نتع إلى الله ولا يوجد أحد في الأرض يعلم كل شيء نعم ثم هناك شيء آخر إذا قلنا الدعوة فقد يجوز للعالم فإذن علينا نتعلم يعني أنا أقول لك لو سب أحد أمك أنت تريد أن تدافي عن أمك أليس كذلك طبعا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يسب ليلا ونهار وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده وناس إجمعين والله يسب ليلا ونهار والله يقول في صورة البقرة عام 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله إذن هل نحب الله نحن نحب الله هل نحب النبي عليه الصلاة والسلام هل نحب هذا الدين إذن علينا نتعلم علينا نتعلم كيف ندافع عن هذا الدين ثم هناك كلام أنا سمعت هذا كثيرا يقال العمل صالح والمعاملة حسنة تكفي في الدعوة إلى الله المعاملة حسنة والعمل الصالح تكفي أنا سمعت هذا كثيرا ولكن هذا الكلام لو كان صحيحا لماذا أول لماذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام معاذي بن جبل إلى يمن وما وما قال له اذهب إلى يمن وعيش في اليمن وكن جيدا وعامل الناس معاملة الحسنة وما قال هذا هو قال إن كتات كوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوم إلي شهارة ألا إلي إلى الله وفي رواية أي وحد الله فإنم عتأوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليل لابد أن نفهم المعاملة حسنة عمر مهم جدا عمر مهم للغاية هذا الشيء وأن أقول هذا يكفي هذا شيء آخر النبي عليه السلام بعث مصعب بن أمير رضي الله عنه إلى مدينة وذهب من بيت إلى بيت لكي يدعو الناس إلى الإسلام النبي عليه السلام لما ذهب للطائف هو لم يأتي بالخيم وعش هناك وقال أنا أبقى هنا أسبوعين هل يرون فقط المعاملة حسنة بل ذهب من بيت إلى بيت وتكلم من زعماء الطائف النبي عليه السلام أرسل رسائل إلى هراك وغيره من الزعماء وقال فيها مثلا أسلم تسلم لو كان المعاملة حسنة تكفي قال إذا بله هناك عيش هناك وخلاص إبراهيم عليه السلام قال وهذا في سورة الأنبياء يقول وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه تمثيل التي أنتم لها أعقفون قالوا وجدنا أباءنا لها أعبدين قال لقد كنتم أنتم وأباءكم في الضلال المبين لماذا ما عاش فقط معهم وينتظر فما جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا وحركوا صح نوح عليه السلام موسى كلهم كانوا يدعون إلى الله إذن الأمر ليس مرة أخرى حتى لا يفهم شخص أننا نقول أننا نستخف من المعاملة حسنة بالأكس المعاملة حسنة هي مهمة جدا ولكن هي لا تكفي الآن يأتي الرجل يقول يا أبا حمزة ماذا تقول في الإندونيسيا في الإندونيسيا الناس أسلم فقط بمعاملة حسنة أولا الدليل عندنا أولا مصر أننا القرآن رسول ثانيا ليس عندنا الدليل أن الناس في الإندونيسيا لا أتكلم معهم بل لابد أن يكون هناك من على الأقل يقول له قل أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن مره رسول الله ويشرح لهم ما معنى كلمة توهيد صح إذن هذا ليس بالدليل هذا ليس بالدليل على عدم تبليغ باللسان أو بالكتابة عدم العلم ليس علم بالعدم إذا أرفنا نعم مرة أخرى لمعاملة حسنة مهمة جدا ما دليل على ذلك من القرآن والصنة أولا إن الله أرسل الأنبياء كلهم على خلق حسن وقال عن النبي عليه السلام وإنك لا على خلق حسنة فلما أنزل إليه إكرى باسم ربك الذي خلق والرجاء إلى خديجة رضي الله عنها لم لم يكن عنده دليل منطقي أو دليل عجاز علمي أو أي شيء بل ماذا كان عنده الأخلاق الصدق الذي عنده لذلك أرفت خديجة أنه لا يكذب ولذلك أسلم بار ذلك أبو بكر إذن مرة أخرى المؤاملة حسنة والخلق الحسنة هذا مهم جدا 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 ولكن لا تظن نحن نعيش فقط هناك ثم ننتظر بل النبي عليه السلام كان يكتب وكان يثب إلى الخارج وذهب إلى جبل السفة وأخذ أي نادي نعم ثم نعتي إلى شيء آخر وهذا مهم جدا أيضا في الدعوات إلى الله لابد أننا نعلم أن الإسلام دين الفترة وأحيانا أنت تفعل شيئا وهذا يؤثر في الإنسان وأنت لم تتوقع هذا نعم كل من كان له أتباع له أتباع ببعض العوامل مثلا عنده نكوت إذن له أتباع أو عنده عنده منطق عنده مثلا عنده أتباع أو عنده ملك عنده أتباع أو عنده جمال عنده أتباع هذا كثيرا هكذا أو هو يحسن شيئا معيد ولكن كل هذه أشياء نجدها عند الأنبياء مثل يوسف عليه السلام كما نعلم كان جميلا جدا إبراهيم عليه السلام كلما ننظر إلى دعوته كيف يتحجش بحجش مقنعة نعم نقوله عنده منطق عنده أقل عنده نعم علم ثم ننظر إلى السليمان له ملك ومال ولكن هناك شيء لا يستطيع يدعو به إلا الأنبياء وأتباعهم وهذا هو الفترة وأحيانا أنت تتبق الإسلام وهذا يؤثر هو على القلب الذي عنده شيء من الفترة إنما تنظر من إتبأ الذكرى وخشي رحمان جبي مثلا أنا سمعت شخصا كان في المغرب سمع القرآن أثر عليه جدتي أتعرف هنا هي ما أسلم أدنسى الله أن يهديها ولكن هي كانت هنا موجودة قبل بعض الأشهر وبنتي كانت ستة سنوات أنا ذاك هي الأن سبعة ما شاء الله هي قرأت عليها سورة عما يتساءل وسبحان الله أتعرفون جدتي 84 سنة بكت قالت هذا جميل جدا هذا جميل جدا هذا يؤثر يعني هذا جميل جدا تعرفون مرة إننا في ألمانيا وهذا أحيانا صعب لأنك كما تعلمون أقسام يعني أقسام الدعوة مثلا الدعوة مع غير مسلمين الدعوة مع أصاد المسلمين ثم الدعوة تعليمية ثم دعوة تصيح يعني أفكار محتثة التي دخلت في دين الإسلام وأحيانا أنت مثلا تركي درسا للمسلمين وأنت ترى أن هذا الدرس لا يصلح لغير المسلمين لكن ماذا تفعل وأنا ألقيت درسا عن الزنا لأن مع الأسف شديد الشباب الذين ينشعون في أوروبا المسلمون مع الأسف الشديد إبتعدوا عن الدين خصوصا في هذا المجال كأن هذا حلال والأب يرأي البنت والولد يفعل ما يشاء الإبن يفعل ما يشاء أعوذ بالله وأنا ألقيت محاضرة عن هذا وتكلمت عين عن الحد الجلد في الإسلام من يزني لكي أبين لهم خطورة هذا الذنب ثم في يوم الأيام أسلم إننا شخص نتقى الشهادة فسألناه لماذا أسلمت يعني ما هي المحاضرة التي أثرت عليها فيقول أنا رأيت أتفرجت على المحاضرة عن الزنا تكلم يعني لم أتوق أبدا أن أحد يسلم بسبب هذه المحاضرة بل بالأكس أنا ظننته ممكن يعني لن ندخل فإنتنا ممكن ولكن إنما تنذر من يتبع ذكر وخش رحمان لغاية مرة أنا في المحاضرة يأتي إلي شخص نصران يأتي إلي شخص نصران يقول لي أنا لا أؤمن بمحمد لأن محمدا رجم الزانية وعيسى ترك الزانية ماذا قلت له هذا سؤال جيد هل تسمح لي هل تسمح لي أني أجيب عمام الجمهور على هذا السؤال ماذا نثير بهذا نثير بهذا تمام الثقة ليس أننا صر وليس أننا أي شيء نحن نكذبه على الناس هو جيد ثم بجواري الرجل أنا أسأله من وأنت إنك سؤال هو يقول أنه لا يؤمن بله ثم هل تسميتم هذه القصة يعني إيسى ما رجم الزاني كثير من منسرين يريدون أن يهاتوا بهذا بهذا الكلام نعم في الإنجيل يحنا إصح ثمانية وحد أدت واحد إلى 18 جاءوا إلى أنا كنت طيب هناك الرجل سألني سؤالا أن محمدا صلى الله عليه وسلم الرجم الزانية وعيسى الرجم الزانية وأنا عيسى أفضل أنا عندي سؤال اليهود والنصارى والمسلمون كلهم متفكون أن الملك دمر قوم اللوت صح بسبب واحد شيء هل يليك بالملك إذ أمر بالتتمير بهذا القوم أن يقول لله لا لا أنفذ هذا الحكم لا أريد لماذا هما سكين يعني حرية شخصية هل هذا يليك بالملك لا يليك به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمره أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سميانا وأتأنا جيد كلهم قالوا وهذا النصران لا يليك به لابد أن يفعل جيد قلت في الاغيين في الأهل القديم هناك الحكم الزانية والزاني ترجى يرجى إذن محمد أفضل من إيسا لأن محمد نفذ الحكم وإيسا ما نفذ له لنظرون هكذا قلت ولكن متذير القصة الثانية تختلفان هذه القصة إن محمد صلى الله عليه وسلم جاءت امرات وإترفت أنها زنت وهذه القصة في إنجيل يوحنا إسح ثمانية أوتي بها فقالوا هي زنت فماذا ترى إذن القصة تختلف تماما ثم قال إيسا حسب الإنجيل من لم يذنب فليرمي الحجرة الأولى هل قال لا توجد حد الزنا حسب الإنجيل من لم يذنب فليرمي الحجرة الأولى ثم انصرفهم ماذا يعني انصرفهم انصرفهم التنازل عن الشهادة إذن ليس هناك شهود الآن فتركها أولا إذن القصة هذه القصة تختلف عن هذه القصة تماما ثانيا ثانيا إذا وجدت امرأة وهي تزني السؤال أين رجل أين هو لابد أنهم يجدون الرجل أيضا ثانيا إذا أردت أن تشتري إلى خبزا هل تذهب إلى الجزاء أو إلى الخباز تذهب إلى الخباز صح أو هل تذهب إلى المغني أو ما تتريد الخبز خبز إذا ماذا هدف إذا سؤال هل كان لعيسى السلطان في بني إسرائيل أنا ذا هل كان قاديا في بني إسرائيل لا كان نبي إذا اتفاق ولم يكن سلطان مثل موسى عليه السلام أو مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا التناقض الثاني الثالث هذه القصة ليست موجودة في المخطوطات الأقدم اسمها كودك سينياتيكوس في من الأحد الجديد خلاص جيد فأنا المحاضرة جاء النصراني يقول أنا فهمت الآن يعني محمد كان موحكا أنه رجم الزانية يأتي الملحد ويقول أنا أريد أن أسلم هل جئنا بأي دليل على وجود الله لماذا القصة هذه القصة أنت قد تأتي بشيء وهذا يؤثر على الفطرة وقد يؤثر هذا على الفطرة في يوم الأيام أنا كنت في محاضرة أنا كنت لكن قبل ذلك الجواب يختلف من يتكلم العلمانية هنا لأنهم قالوا لي لأنهم قالوا لي كثير من الطلاب ومن الكصف العملية يجدون أن يتكلم عشر دقائق العلمانية والآخرون لا يفهمون شيئا سبحانه سبحانه ولكن ولكن إن شاء الله في النهاية إن شاء الله في النهاية أتكلم شيئا بهذه اللغة والآخرون يفهمون فقط خش ماش هذا من نسبة لك هكذا صح على كل إهال أنا أترك الكصة الثالثة مع أنها يعني أجيبة لأن جاء واحد في أثناء المحاضرة إلى أمام وأخذ ميكروفون وسأل سؤالا وظن أنه جاء بالقنبلة ذرية فهم والحمد لنا على كل إهال هناك شيء آخر وهذا مهم جدا بعض الناس اليوم يظنون أن إذا حربت دعية وإذا حربت الدعية الدعوة أن هذا دليل على عدم صحة الدعوة أو عدم حكمة الدعية هذه الفكرة منتشر جدا أنهم يظنون أن لو مثلا جاء الرجل ولا يرضى بكلامك أن هذا دليل على أن كلامك غير صحيح أو غير حكيم مثلا أنا كنت في مسجد بلال قبل يومين وجاء إلي شخص وقال لي يعني قال لي أهد إذا يعني عدم الاستجابة لكن هذا دليل على عدم صحة الدعوة أنا كنت نحن لا نستطيع أن نقول هذا ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك نوح عليه السلام هذا أفضل مننا بكثير ولكن من آمن به في تسعمية وخمسين سنة لا بد أن نستحتر وما علينا إلا البلاغ المبين صح ما علينا إلا البلاغ المبين هو قال رَبِّ إِنِّي دَعوتُ قَوْمِ اللَّيْلَ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُ الدُعَاءِ إِلَّا ثِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهُمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا استكبار سبحان الله هذا نوح عليه السلام ليس له التقسير في الدعوة وهو أحكم منا جميعا إبراهيم عليه السلام في سورة العنقبوت عَيَى وَعَيْفَ عَرْبَ وَعَشْنُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُبْتُلُهُ أو حَرِقُوا النبي عليه السلام لما ذهب إلى جبل صفة وأخذ ينادي ما كان الجواب عَبِلَهَب تَبَلَكْ سَعِرِ الْيَوْمْ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا إِذَا ذَهَبَ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَاةِ سَبْلَى الطَّوَيْف ما كان الجواب أنهم رموه بالحجارة إذن هذا ليس بدليل على عدم صحة الدعوة بل الله وإذا نظرتم إلى الكرآن قصة الأنبياء متى أنزلت في أحد المكي في البداية لماذا؟ حتى نعلم هذا الطريق إلى الله هذا طريق الدعوة هذه تربية في البداية من الطفولة في الإسلام أننا قد تعلم أن الدعوة حارب نعم لذلك كل هذه القصة لذلك سورة البروج قصة أصحاب الأخدود كلهم قتلوا بل أحركوا في طريق بسبب الإيمان فماذا يسمي له هذا الإحراق؟ ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير لأنه ماتوا في سبيل الله لا لابد أننا نستطيع هذا والله يقول في سورة البقرة آية 120 لن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تطبيع ملتهم هذا كلام الله هل تظنوا الآن إذا ما ردوا بك ويحاربونك مثلا أنت تدعو إلى الله أنك على الخطأ؟ يعني نحن نحرف فعلا نبدل الحقائق الله يقول في سورة البقرة آية 126 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعهم هذا مهم جدا موسى عليه السلام فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم لماذا؟ يا إخوة هذا ابتلاق هذا هو طريق لا يبقى أن نستحقر هذا لا يبقى أن نكون قويا وإلا إذا ما استحقرت هذا أنت تخرج في دعوة إلى الله وفي أول لحظة ويقول أنا لا أريدك لا هذا ليس هذا لا أريد بعدهم يشكون بعد ذلك في الرسالة فانت تعرفون هناك أحكام في الإسلام الآن يأتي الوماين يبغد الإسلام وهو الدد الهجاب الآن يأتي المسلم ويقول يعني الحجاب ممكن في يوم اليوم نفهم يا أخي أربطوا لإمه أبو حنيفة إمام مالك إمام شافه إمام عحمد بن هنبل وليس هؤلاء في حصد بل ليس إبن سعد الثوري العوزائي كلهم لا أعد يقول إلا لاختلاف هل النقاب واجب أو لا هذا هو الخلاف ليس الخلاف في الحجاب هل هذا واجب هذا هو الملائمة أئمة المسلمين إرجعوا نحن كلهم إرجعوا لكتبهم هذا ليس بكلامي هم عالم منا جميعا هل يوجد أحدهم مثل عبي حنيفة اليوم هل يوجد أحد مثل إمام مالك اليوم هل يوجد أحد مثل مثل إمام شافي اليوم هل يوجد أحد مثل إرجعوا لكتبهم إرجعوا لكتبهم لأحد يقولوا هذا كلام هم يحولون أن يحرفوا الرسالة حتى يقبل الذي يبغد الإسلام الإسلام لكن هذا ليس إسلام هذا شيء آخر يا إخوة استمعوا لهتين آيتين يقول الله تعالى في سورة الزهرف آية سبعة والسبعين إثنين والسبعين وثلاثة والسبعين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ما شاهدوا هذه الآية يقال لأصحاب النار هذا في الآخرة ولكن أكثركم للحق كارهون أي المشكلة الرئيسية في هؤلاء لذين يطهرون النار المشكلة المولة أنهم يبغيذون الحق إذن لا تظن أنك تعطي بالحق وكل ناس يستجبون ويفرحون كان هناك من كان أفضل منك بالله يعني بالله مشابعة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من ناس كانوا يعرضون ومحاربون 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 إذن لا تظن لا عادي ومحاربون لماذا أقول لكم هذا؟ أن أقول لكم هذا حتى لا يعدي حتى لا تعدي المحاربة إلى اليأس قل لنفسك قل لنفسك قل لنفسك لأطباء لأنبياهم كانوا أفضل مني وحاربوا وهذا عادي لماذا؟ لأن الله يريد هذا ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم أنف لا مين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلكم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى أنهصبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسأتم البأس والضراء والذلزل حتى يقول رسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إلا نصر الله قريب إخوة هذا هو القرآن إخوة أنتم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سماء أنتم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سماء وإن عليكم مسؤولية كبيرة ولن يتصر هذا الدين إلا إذا رجعنا جميعا إلى حقيقته وأشرف العمال قاطبة أنتم متخادما لهذا الدين لا سيما في هذا الزمان لما أصبح كل شيء حولنا غريبا وعجيبا ولكن إذا رجعنا إلى شرب الأول إلى زمن النبي عليه السلام والسلام وإلى زمن السحابة واستمسقنا بما كانوا عليه فأحرف بالله إننا لمنصرون لأن من استمسك بحبل الله فهو منصور وروقنا واحدا الله يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوِلْ عَسِيسُ وقالت تعالى إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحِيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُرُ لَشَرْتِ وقالت تعالى وقالت تعالى وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً بَثِيلَةً بِإِذْنِ اللَّهُ إِخْوَةً هذا هو الحق وقال تعالى إن كيد الشيطان كان تعيفا الناس الذين يحاربون الإسلام كثيرون فإذا رفت أن تريك إلى الله لا قد له من عداء قائدين عليه فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك صلاح أن تفاجلوا بيها ولا يشاركين بالأهل الذين قال إمامهم لربك عز وجل لعقدن لهم صراتك مستقيم ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن عيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شكرين هذا عدون كبير سعب الشيطان من إبريس ولكن إذا أقبلت على الله واصغيت لحجته يغينات فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان شيطان كان دعيفا والعمي من الوحيدين يغرب ألف من علماء الشيطين كما قال تعالى وَإِنَّ جُبْلَنَ لَوْمَطَالِهُ وَلَا يَعْتِي الصَّحِبُ بَاطِلٍ إِلَّ وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَبْكُدُهَا وَيُبَيِّنْ بُضْلَانَهَا كما قال تعالى وَلَا يَتُوبَنَ الْمَثَلِ إِلَّ جِئْنَا قَبِ الْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيقًا أخوة أنا أريد أن أقول لكم شيء هناك شيء يفسد دعوة بل ممكن أخذ دعوة من الجراد للحق المثبه وهذا هو الحسد بين دعوة أنا كنت في المنتفر الوطني الألماني في الدعوة في البلاكبة وفي حالا هناك كان حسد شبيب وجد حسد شديد ولكن أنا مع الأسف شديد لم أجد حسداً مثل في الدعوة والألم فرق ولكن الحمد لله أنا وجدت هنا العلماء في مصر أن هذا تكريباً معدول والحمد لله هذا رائع ولكن على كلها أنا أريد أن أقول لكم شيء الدعوة هي مثل الفريق في كرة القدم ماذا أريد أن أقول بهذا؟ في فريق في كرة القدم أنت تحتاج إلى حرص مرمى أنت تحتاج إلى حجوب أنت تحتاج إلى مدرب أنت تحتاج إلى دفاع كلهم مهمون أين؟ في مكانهم المناسب هناك من يكون متخصصاً في دعوة غير المسلمين هناك من يكون متخصصاً في أصول الفطر هناك من يكون متخصصاً في علوم القرآن هناك من يكون متخصصاً في شتى الفرمون أفضل شيء أنت تلعب في مكانك ولكن مشكلة اليوم كل إنسان يرى نفسه الأفضل وكل ناس عليهم أن يلعب في نفس البكان هذا حرص مرمى هو يريد أن اللايون المسي يأتي إلى المرمى لا يسمح بل نحن فريق ليس مهم من يصيب الهدف المهم أننا ننتصر نحن فريق نحن فريق كن وإسأل نفسك أين موهبة في أي مجال وأيضاً هناك الأسلوب في دعوة هناك من يتكلم بقوة عبد الحميد كشك مثلاً صلى الله عليه وسلم هناك من له أسلوب آخر مثل الشعراوي له أسلوب آخر هل هذا يعني أن عبد الحميد كشك خطأ أو الشعراوي خطأ هذا ليس هكذا بل هذا ممكن أن تجد شخصاً هو يقول أنا أحب أن أستمع إلى شخ كشك ولكن يقول لكن لا أحب أن أستمع إلى شعراوي وهذا الشخص يقول أنا أحب أن شعراوي يؤثر عليه ولكن كشك يعني يصرخ كثيراً مثل هذا هذا جيد لكل إنسان قوته لكل إنسان قوته لا تظن أن لك أسلوب خاص وكل ناس عليهم أن أن يتمسك بنفس الأسلوب وهذا في الوقت جميل 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 في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء بن عبد الله هو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة احمرت عيناه واشتد غضبه وكان يعني على صوته حتى يسمى الصوت في الصوت هذا أسلوب خاص في مكانه هذا نبينا هذا قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه السنة الأخرى في مواقف أخرى في مواقف أخرى هو كان يعني يعامل الناس مختلفاً مثلاً بالحلم جديد لذلك يا إخوة لكل إنسان موهب ابحث عن موهبتك وكن رسولاً رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان جيد هذا فعلاً إذا خرجتم من هنا لا تنسوا هذا أنا قل لنفسك أنا أريد أن أدخل الإسلام في كل بيت من بيوت العالم لا تنسوا هذا لا تنسوا هذا هل هذا مستحيل؟ هذا ليس مستحيل بل الأكس إن تنسوا الله ينصركم يا إخوة أنا أريد أن أقول لكم شيئاً قبل لما كنت أدرس في مكة في البداية الدراسة سئلنا ما الهدف في الدراسة وكلنا سئلنا من هذا وأنا قلت أنا قلت كلهم قالوا شيئاً آخر أنا قلت أنا أريد أن أفتح المانيا بالدعوة فلما قلت هذا الكلام فلما قلت هذا كلهم كانوا يضحكون تكريباً الحمد لله اليوم لا يضحكون بل إن شاء الله نحن من سرون إن شاء الله جزاكم الله خيراً شيئاً بالألمانية يا 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 يتقال بمكسافة إنه محمد للبقاء إنه محمد للبقاء إنه شعر أنه محمد للبقاء ويجب أنك مفيد من أطلع أفضل أكيد أفضل أقول هذه الحكومة أقولوا قولي هذا وستعفر ذا لي ولكم وسائل المسلمين لا تقتلوني أنا أعرف هناك الناس كسيرون الآن سرات الظوء صح إن شاء الله إذن علي أنت ودى جزيكم الله وخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته